من كان يعاني من الأزمات النفسية يعاني من القلق يعاني من التوتر يعاني من التفكير الغير المنقطع يعاني من الوساوس ماذا عليه أن يفعل يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقرأ صورة الشرح التي قال فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه الصورة العظيمة صورة الشرح أو الإنشراح نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في فترة تكالبت عليه المشاكل اللحقت به الهموم من كل جانب فربك عز وجل أراد أن ينزل عليه الألطاف الخفية فأنزل هذه الصورة الكريمة قال له يا محمد ألم نشرح لك صدرك وهذه إشارة إلى واقعة شق الصدر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا كان رضيعا وكان يتربى في قبيلة بني بكر بني سعد جاءه ملكاني فأطرحه الأرض وشق صدره وأخرج ماء من الجنة وغسله ما يسمى في السير النبوية بواقعة شق الصدر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك الوزر وهو ما يسمى بالثقل الثقل لهو تركمات الماضي هناك تركمات كل واحد منا يجر معه تركمات الماضي وكأنه يحمل حقيبة أحزانه فوق ظهره أو داخل قلبه أينما حل وارتحل يحمله معها تخلص من حقيبة الماضي بقراءة سورة شرح ورفعنا لك ذكرك معناها أن الله تعالى يعطيك القبول في الأرض والسماء سمعتك طيبة بين الخلق كل من ذكرت عنده أثنى عليك خيرا ورفعنا لك ذكرك ذكرك يرفع في الأرض وفي السماء يعني إن مع العسر يسرى أي أن كل شدة أصابتك ربك عز وجل مباشرة يرفع عنك الهمة ويرفع عنك الغمة ويفتح لك أبواب التسير ويتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فما عليكم أيها الأحباب الكرام كل من يعاني من الأزمات النفسية العلاج والدواء أن تقرأ سورة الشرح أو الإنشراح وسوف ترى العجب العجاب وإن استطعت أن تصلي بها صلاة الضحى ركعتي الضحى في الصباح الباكر ربك عز وجل سيعطيك الفرحة والسرور والبهجة والحبور اللهم يا ربي أكرمنا بكرمك وجود علينا بجودك ترجمة نانسي قنقر